السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلاً وسهلاً ومرحباً بكم أبنائي وبراتي طلاب وطالبات الصف الثالث الابتدائي في أول لقاء معنا في الفصل الدراسي الثاني لهذا العام كل عام وأنتم بخير وإجازة سعيدة وجميلة اليوم نعود معكم وتعودون معنا في لقاء رائع وجميل مع المادة الرائعة والمحبوبة مادة التربية الفنية أحبتي في هذا الفصل الدراسي سنتناول أيضاً بعض الدروس عن التربية الفنية ولكن سنستذكر معاً ونسترجع ما درسناه للسريع في الفصل الدراسي السابق فكان عندنا في الوحدة الأولى مجال الرسم وكان لها موضوعين اللي هي موضوع عناصر التصميم والإسكتش الموضوع الثاني طبعاً وفي الوحدة الثالثة أحبتي كان عندنا أو الوحدة الثانية هي كانت في مجال الزخرفة وكان موضوعها الأول عن الزخرفة البدائية الشعبية وتعلمنا أيضاً الزخارف الشعبية السعودية بكذا في هذه الوحدة أخذنا الدرسين واحد عن الزخرفة البدائية الشعبية في عموم العالم وفي عموم أقطار الأرض وبعد ذلك ركزنا على الزخارف الشعبية السعودية اللي هي موروثنا وموروث آباءنا وأجدادنا الزخارف التي توجد على الأقمشة على الأبواب على الجدران محفورة حفراً على الأبواب الخشبية القديمة وأيضاً على بعض المشغولات الطينية وغيرها كذلك أحبتي كان عندنا في الوحدة الثالثة مجال الطباعة وتعلمنا الطباعة بالوحدات الهندسية وكان الدرس الثاني عن التكوينات والملامس المطبوعة وطباعة الوحدات ذات الملامس المختلفة أحبتي في هذه الوحدات الثلاثة تعلمنا الرسم في مجال الرسم وتعلمنا كذلك موضوع الطباعة في الوحدة الثالثة أما الوحدة الثانية فكانت عن الزخرف اليوم سننتقل إلى وحدة جديدة ومختلفة طبعاً هذه الوحدة أحبتي ستكون عن مجال النسيج ولها موضوع واحد سنأخذه في أسبوعين في اللقاء الأول سنأخذ النسيج البسيط الملون ثم نستكمل هذا الدرس بعد ذلك في الأسبوع التالي طبعاً لهذا الدرس أحبتي أهداف فعندنا نتوقع من الطالب والطالبة مع نهاية هذا الدرس أن يذكر بداية ظهور فن النسيج طبعاً لكل شيء أحبتي تاريخ ولهذا الفن من الفنون العريقة تاريخ معين هذا النسيج له تاريخ لا بد أن نتعرف على النسيج كيف ظهر وكيف عرفه الإنسان وكيف استفاد منه وكيف بعد ذلك تحول إلى فن من الفنون الراقية والجميلة فهذا هدفنا الأول بعد ذلك أحبتي الهدف الثاني أن نتعرف على معنى نسيج هذه الكلمة ماذا نقصد بالنسيج وما هو معنى النسيج ثم في الهدف الثالث أن نتعرف كطلاب وكطالبات على أربعة أنواع أو استخدامات من استخدامات النسيج في حياتنا اليومية طبعاً هي مجالات كثيرة جداً ولكن المطلوب من الطالب ومن الطالبة أن يعرف على الأقل أربعة أنواع وبعد ذلك أحبتي عندنا في الهدف الرابع ذكر الأدوات أو أن يذكر الطالب وطالبة الأدوات المستخدمة في صناعة النسيج طبعاً النسيج له أدوات معينة ولها أسماء سنتعرف عليها إن شاء الله في هذا الدرس والمطلوب من الطالب وطالبة أن يتعرفوا معنا على هذه الأدوات وكذلك أن نتعرف على الخامات ونسميها ونعرف كيف نستخدمها وكيف نصنع منها النسيج وأخيراً الهدف الذي هو السادس أن ينفذ الطالب وطالبة نسيج بسيط بالورق الملون فقط في هذا الدرس والدرس القادم إن شاء الله سنقوم بتنفيذ النسيج بطريقة المتطورة والأكثر تقدماً بدايات ظهور الفن أحبتي مع بداية هذا الدرس هدفنا الأول أن نعرف بدايات ظهور فن النسيج فيعتبر النسيج من أقدم الحرف والصناعات التي نشأت مع الإنسان إذن هو حرفة وصناعة نشأت مع الإنسان وقد ظهر نتيجة لحاجته إلى ستر نفسه ووقايتها من العوامل الجوية وقد استخدم الإنسان الألياف والفروع النباتية التي أمدته بها بيئته لينسج منها ملابسه التي يرتديها والحصير الذي يجلس عليه وغير ذلك من احتياجاته يعني أحبتي الإنسان مع بداية العصور القديمة أحتاج أنه يسطر جسمه لأنه الإنسان كما تعلمون لديه جلد ولا يستطيع أن يتحمل الحرارة العالية ولا البرودة العالية فيحتاج إلى أن يرتدي شيء هذا الشيء هو النسيج والنسيج هذا يحتاج الإنسان إلى أن يرتديه حتى يقي جسمه من العوامل المختلفة من حرارة زايدة من برودة من الشمس فيرتدي هذه الأنسجة ومفردها نسيج يرتديها على جسمه وعلى شكل ملابس على شكل بطانيات على شكل أغطية كذلك يستخدم الأنسجة المختلفة أحبتي ليصنع منها الحصير الذي هو الفرشة التي تفرش على الأرض وغير ذلك من الأحتياجات المختلفة كان الإنسان يصنع هذا النسيج ربما من الياف النباتات مثل سعف النخل ربما من صوف الحيوانات مثل صوف الخراف وبر الجمال ربما أيضا يستخدم مواد وخامات أخرى سنتعرف عليها بعد قليل هنا عندنا أحبتي في هذه الصورة النموذج من الأنسجة الموجودة في الطبيعة كما تشاهدون هنا عندنا هذا عش عصفور لو تلاحظون أن هذا العصفور بنى عشة من ألياف نباتية طبيعية أحسنتم هذه الألياف النباتية اللي باللون الأخضر عندنا في تشكيلة هذا العش هي التي بنى منها العصفور عشة حينما تداخلت هذه الألياف مع بعضها البعض بطرق متشابكة ومختلفة أصبح اسم العش هذا نسيج إذن تداخل هذه الألياف النباتية الطبيعية يعتبر من الأنسجة وهذا ما علمه الله لهذا الطائر كي يبني عشة ويحمي صغاره من الأجواء المختلفة سواء كانت حارة أو باردة أو أمطار فهنا نعرف الآن أن هذا النموذج من النسيج الطبيعي الموجود في الطبيعة تعريف النسيج إذن أحبتي الآن إحنا عرفنا أنه النسيج ممكن يكون من خامات طبيعية مختلفة أو قد تكون خامات صناعية عرفنا أن النسيج يتكون من ألياف تتقاطع مع بعضها البعض بدأنا نستنتج أنه الإنسان كان يصنع النسيج حتى يرتديه بدأنا نفهم الآن إيش معنا كلمة نسيج فما هو تعريف النسيج؟ تعريف النسيج أحبتي هو تشابك وتقاطع هو تشابك وتقاطع خيوط طولية خيوط طولية يعني بالطول كذا هذه الكذا بالطول طولية تسمى السدى مع خيوط عرضية طبعا الخيوط العرضية بالشكل هذا نعرف الطول كذا والعرض كذا هذا عرض وهذا طول طيب إذن تتقاطع خيوط طولية مع خيوط عرضية وتسمى الخيوط العرضية ماذا؟ اللحمة إذن عندي أحبتي خيوط بالطول كذا تتقاطع مع خيوط بالعرض بهذه الطريقة تسمى اللحمة سنشاهد الآن الصورة حتى تتضح المعلومة بالنسبة لنا بشكل أكبر عندنا في هذه الصورة كما تشاهدون الآن في عندنا خيوط راح أغير اللون مثلا باستخدم لون يكون واضح هو اللون الأحمر أنسب شيء في عندنا خيوط هنا موجودة صورة هذه في الكتاب أحبتي عندكم طبعا حدد القلم الأحمر هذا الخط الأبيض اللي هنا هذا خيط هذا الخيط الطولي أو هذه مجموعة الخيوط اللي تأتي بالطول كما تشاهدون هذه اسمها إيش الخيوط الطولية اسمها السدى ما هو مكتوب فوق في التعريف إذن هي اسمها السدى أما الخيوط العرضية مثل هذا الخيط اللي باللون الأزرق يبدأ من هنا مثلا من اليمين هذا اللون الأزرق اللي يمر من بين هذه الخيوط الطولية يسمى أحسنتم يسمى اللحمة إذن الخيط اللي بالطول يسمى السدى والخيط اللي بالعرض يسمى اللحمة بكذا أحبتي عرفنا إيش معل النسيج النسيج إذن قد يكون مصنوع من القماش الذي نرتديه قد يكون أيضا مصنوع من بعض المفروشات التي نضعها في بيوتنا على الأرض قد يكون حصير مثلا أو قد يكون حتى نوع من أنواع السجاد أيضا يعتبر من النسيج وتختلف أنواع النسيج وتتعدد باختلاف خاماتها الخامات تقصد ما هو مصنوع من الصوف ما هو مصنوع من مواد صناعية أو ما هو مصنوع حتى من الأليافة الطبيعية أو من الأليافة النباتية عندنا أحبتي في الشريحة التالية أهمية النسيج في حياتنا اليومية فهناك الكثير من المنسوجات التي نعرفها ونشاهدها ونستخدمها في مجالات مختلفة ومتعددة فعندنا مجالات استخدام المنسوجات الكثيرة والمتعددة تتمثل في جميع أنواع الملابس التي نرتديها يعني جميع أنواع ملابسنا سواء كانت ملابس للرياضة سواء كانت ملابس للدوام نروح فيها مدارسنا أو نروح فيها أعمالنا سواء كانت حتى لو بدلة أو جاكيت أو كوت حتى لو كانت الغطرة التي نرتديها حتى لو كانت العباية التي ترتديها المرأة أو الشيلة أو حتى الإي شارب اللي يستخدم هذه كلها مصنوعة من النسيج إذن الأقمشة بكافة أنواعها تسمى نسيج وما هو النسيج؟ النسيج هو عبارة عن خيوط تأتي بالطول ويتقاطع معها خيوط أخرى تأتي بالعرض فيصبح عندنا النسيج والنسيج هذا هو القماش ويختلف القماش باختلاف الخامة اللي هو مصنوع منها كذلك الأقمشة المستخدمة في تنجيد الكراسي والسيارات وبعض أنواع الحقائب إلى آخره كما في الشكل مثلا عندنا 147 في الصورة هذه عندنا هنا صورة قميص وعندنا أيضا في صورة بطانية هنا في الأسفل وهناك أيضا قطعة من سجاد في هذا المكان كل أنواع الأقمشة حتى لو كانت ستارة لو كان قماش كنبة لو كان مفرش مفروش على الطاولة أو كان مفرش يستخدم في غرفة النوم أو حتى بيت المخدى كلها مصنوعة من القماش والقماش هو أحسنتم هو النسيج والنسيج هو القماش طيب كذلك نلاحظ أن خارج المنزل موجود النسيج مثلا في ملابس رجال الأمن اللي هم الشرطة أو في ملابس عمال النظافة أو ملابس الطبيب إلى آخره جميعها لابد أن تكون مصنوعة من النسيج وهناك بعض القطع النسيجية الجمالية مثل المعلقات النسيجية في هذه الصورة الآن لو نلاحظ في الشكل 148 هنا في قطع النسيجية على شكل كيس ويخرج منها بعض الخيوط النازلة بالشكل هذا الطولي هذه تسمى معلقة نسيجية صنعها أحد الفنانين على شكل حقيبة وعلقها أجدار ووضع فيها أزهار وكان نازل منها خيوط بطريقة معينة طبعا هذا فن من فنون النسيج يسمى المكرمية تتعلمون إن شاء الله في دروس متقدمة في المراحل القادمة إن شاء الله ولكن أحبتي نركز على موضوع النسيج ومفهوم النسيج الآن عندنا أيضا في الشكل 149 كما تلاحظون هنا مفرش نسيجي قد يكون هذا المفرش جزء من ستارة قد يكون جزء من قطعة زولية قد يكون أيضا جزء من بطانية أو من مفرش على السرير هذه كلها تسمى أنسجة إذن النسيج ما هو؟ هو عبارة عن مجموعة من الخيوط الطولية تتقاطع مع بعض الخيوط العرضية الآن لو كل واحد مننا أبناء الطلاب وبناء الطالبات نظر إلى القماش الذي يرتديه وركز فيه بشكل جيد سيجد أنه مجموعة من الخيوط تتقاطع بشكل طولي وشكل عرضي بإمكانكم أيضا أن تستخدموا عدسة مكبرة حتى تجاهدوا النسيج بشكل أكبر أو تستخدموا حتى كاميرا الجوال وتقرب كاميرا الجوال من هذا النسيج وتتأمل عزيزي الطالب وعزيزي الطالبة تأملوا النسيج بكاميرا الجوال كبروه حتى تشاهدون تفاصيل النسيج الموجودة بإمكانكم تفحص جميع أنواع الأنسيج الموجودة في البيت سواء كانت في الستاير أو في المفارش أو حتى في تنجيد الكنب اللي تجلسون عليه أو حتى في ملابسكو التي ترتدونها ستشاهدون أن هناك أنواع مختلفة من النسيج وكذلك يختلف النسيج باختلاف سماكة الخيط المصنوع منه ويختلف أيضا باختلاف نوعية الخيط فالخيوط المصنوعة منها الأنسجة الخفيفة تختلف عن الخيوط الصوفية المصنوع منها الملابس الثقيلة وغيرها كذلك الملابس التي تستخدم في مثلا الرياضة أنسجتها تختلف لكن في النهاية كلها تتفق في شيء واحد إيش هو أنه فيه خيوط بالطول أو خيوط طولية يتقاطع معها خيوط أخرى عرضية أحبة لازلنا في موضوع النسيج فهنا نستدل على مدى أهمية النسيج في حياتنا اليومية بحيث لا يمكننا الاستغناء عنه وهناك الكثير من المنسوجات الشعبية القديمة في المملكة العربية السعودية والتي تحمل قيما جمالية من خلال التصميمات الزخرفية المستخدمة والمتميزة باستخدام الوحدات الهندسية البسيطة والخطوط المتنوعة طبعا هذه الخطوط لها ألوان بديعة مثل اللون الأحمر والأسود والأخضر والأبيض المائل للأسفرار وقد استخدم في نسج تلك القطع الصوف الطبيعي الموجود في البيئة بعد صباغته بالألوان وقد كانت النساء غالبا هن من يقومن بتلك العملية أي عملية الصباغة والنسيج أبنائي وبناتي أباءنا وأجدادنا السابقون كانوا يقومون بعمل منسوجاتهم يدويا في بيوتهم والذي كان يقوم بهذه المهمة هن النساء فكانت مهمته أن يقوم بصناعة هذا النسيج وكذلك بصبغه فيما بعد بالألوان المختلفة هذه الألوان أيضا مأخوذة من الطبيعة في القديم لم يكن هناك مصانع تنتج لنا مثل مصانعنا اليوم تنتج لنا العديد من أنواع الأقمشة واختلاف موديلاتها وأنواعها وأشكالها وألوانها ولكن كان هناك فقط صناعة يدوية محلية وربما يكون في كل القرية لا يوجد إلا شخص واحد يعمل في مهنة النسيج وربما يكون أيضا عددهم محدود جدا وربما يكون في بعض البيوت في ناس هذه شغلتهم من النساء ولكن كانت طبعا تنتج بشكل محدود وقليل جدا وكان يستخدم فيها خامات طبيعية مثل صوف الغنم أو وبر الإبل أو يصنع أيضا كذلك من بعض المنتجات الطبيعية من النباتات مثل سعف النخل أو بعض الألياف النباتية أحبتي سنستعرض مع بعض أنواع من الصورة الموجودة فعندنا الخيمة الخيمة أو ما يسمى أحيانا عند أبناء البادية ما يسمى عند أبناء البادية بيت الشعر يسمى أحيانا خيمة بيت الشعر لماذا؟ لأنه مصنوع من الشعر أي شعر شعر الغنم فيسمى بيت الشعر كان يصنع طبعا من اللون الأسود وقد يزين ويجمل هذا الخيمة من الداخل بزخارف لها ألوان زاهية مثل اللون الأصفر واللون الأحمر مع دخولها على درجات من اللون الأبيض واللون الأسود كذلك أحبتي عندنا ما يسمى بالشملة وهي تستخدم كمفروشات للأرضية مثل هذه اللي هنا هذه هنا اللي في الوسط سأحدد عليها بلون يكون إن شاء الله واضح معكم اللون الأصفر مثلا حددت الآن في الوسط باللون الأصفر كما تشاهدون هذه الصورة عندكم في الكتاب أحبتي هذه هي الشملة طبعا تفرش على الأرض وتستخدم مثل المفروشات عندنا نحن اليوم عندنا أنواع مختلفة تفرش على الأرض منها الزوالي منها البوكيت ومنها كذلك أنواع أخرى من المفروشات ولكن هما في أجدادنا وأباؤنا السابقون كانوا يستخدمون ما يسمى بالشملة وهي التي تفرش على الأرض ليجلسوا عليها في أيضا أكياس لحفظ البن والحبوب كانت تستخدم تصنع محليا مثل الأكياس اللي موجودة في هذه الصورة هنا هذه الصورة اللي في الأسفل هذا كيس كان يستخدم لحفظ البن والحبوب وكذلك أي نوع من واع الحبوب سواء كان قمح أو شعير أو غيرها من الأشياء التي كانوا يتغذون عليها أباءنا وأجدادنا كانوا إذن يصنعون احتياجاتهم من الأنسجة المختلفة أو النسج المختلفة بأنفسهم ثم يقومون باستخدامها فيما بعد أيضا أحبتي هناك ستائر كانت تستخدم داخل الخيمة وما يسمى بالخرج وأيضا لجام الجمال كانت أيضا تصنع محليا وتكون من النسيج المصنوع من الصوف وأيضا الغطاء أو غطاء الشعر الذي كان يستخدم للتغطية على يغطي الإنسان به نفسه حتى يحمي نفسه من البرد أو حتى من الشمس القوية بكذا أحبتي نكون تعرفنا على مجموعة من استخدامات النسيج في السابق منها الخيمة ومنها ما يسمى بالخرج وأكياس حفظ الطعام أحسنتم وكذلك ما يسمى بالشملة التي هي الفرشة التي تفرش على الأرض وغيرها من الأدوات الأخرى هذا في السابق أما في الحاضر فجميع ملابسنا مصنوعة من النسيج كل ملابسنا مصنوعة من النسيج والستائر اللي حولنا والكنب وكل شيء مصنوع من النسيج اللي هو القماش إذن النسيج ما هو؟ هو القماش وما هو القماش؟ هو عبارة عن خيوط طولية تتقاطع معها خيوط عرضية طيب سننتقل الآن إلى أدوات والخامات اللي نحتاجها في صناعة النسيج البسيط نحتاج إلى ما يسمى بالنول رح أغير اللون أحمر أحسن هنا هذا هو النول طبعا إطار خشبي كبير وسنحتاج أيضا إلى ما يسمى بالمكوك والمصطرة وكذلك المشط والمقص النول هو الأداء اللي تستخدم للنسج عليه وهناك العديد من الأنوال من النول البداية البسيط وصولا إلى النول الآلي اللي يستخدم فيه المصانع أما المكوك فهو قطعة خشبية صغيرة يلف عليها الخيط وتساعدنا في تمرير الخيط بين خيوط السداة نحن عرفنا أنه عندنا خيوط طولية اسمها السداة وعندنا خيوط عرضية اسمها اللحمة في المكوك يأخذ خيط اللحمة ويمرر من بين خيوط السداة الطولية بعد ذلك عندنا المشط أحبتي وهو غالب أن يكون مصنوع من الخشب وله أسنان معدنية يساعد على تماسك الخيوط وضمها وتنظيمها وكذلك هناك المصطرة وهي شريحة خشبية رقيقة تستخدم في فصل خيوط السداة الزوجية عن الفردية لعمل النسيج وأخيرا المقص الذي نحتاجه من أجل قص الألياف أو الخيوط أحبتي في الأسبوع القادم إن شاء الله سنقوم بتطبيق النول اللي بالخيوط بهذه الأدوات الموجودة عندنا وسنطبق نول بسيط لكن هذا الأسبوع سيكون عندنا بداية تدريب بسيطة جدا في الدرس العملي وإن شاء الله نشوفها مع بعض في القسم العملي بعد ذلك عندنا الخامات طبعا فيه فرق بين الأدوات وبين الخامات الأدوات ذكرتها لكم قبل قليل أما الخامات هي الألياف التي يتم النسج بها وهناك عدد كبير من الخامات المتنوعة المصادر منها ما هو طبيعي مثل القطن هذه خامة طبيعية والأصواف والحرير ومنها ما هو صناعي مثل الفيسكوز والنايلون والأكريلك وبهذا يمكن لنا استخدام كافة الخامات المتنوعة لعمل فني نسيجي مبتكر تعتبر الخامات المستهلكة مجالا واسعا ومناسبا للتجريب والتوليف بتجميع خامات متنوعة مما يتيح فرصا للابتكار وتمثل تلك المستهلكات في جميع الخامات التي تمت أو تتمثل تلك المستهلكات في جميع الخامات التي تمت الاستفادة منها مسبقا بأي شكل من الأشكال وبقي منها ما يمكن استثماره مثل البلاستيك من فارغ القوارير والأكواب إلى آخره والكراتين والأوراق وبقايا الأقمش القديمة والشرائط والجلود وريش إذن أحبتي جميع أنواع الخامات يمكننا أن نعمل منها ألياف مختلفة قد تكون من البلاستيك قد تكون من بعض الحبال القديمة من بعض الخيوط حتى قطع القماش التي تأتي بشكل طولي ممكن نصنع منها أنسجة مختلفة كله يعتمد على مهارة الفنان وخبرته ورغبته في عمل النسيج بأي خامة من الخامات سواء كانت طبيعية أو خامات صناعية عندنا أحبتي الآن مع نهاية الدرس هذا التقويم في السؤال الأول في التقويم أذكر عزيزي الطالب أذكر يا عزيزتي الطالبة الأدوات المستخدمة في النسيج قبل قليل ذكرنا بضعة أدوات ستستخدم في النسيج لنذكرها معا عندنا أول شيء النول أحسنتم ثم بعد ذلك عندنا اللي هو المكوك والمشط والمصطرة والمقص هذه هي الأدوات التي تستخدم في النسيج أو في صناعة النسيج السؤال الثاني أحبتي هو المطلوب منكم اللي هو معرفة عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة في السؤال الثاني تعداد بعض الخامات التي يمكن استخدامها في النسيج طبعا تعرفنا قبل قليل على أن الخامات نوعين في نوع من الخامات اللي هي الخامات الطبيعية مثل القطن والحرير والصوف وغيرها أيضا والكتان وغيرها من أنواع الخامات ثم هناك الخامات الصناعية مثل النايلون والفسكوز والأكريلك وغيرها أيضا من الخامات المختلفة فقد تكون نستفيد من البلاستيك الموجود في بعض القوارير أو نستفيد حتى من بعض الأكياس البلاستيكية والسفرة القديمة نلفها ونستخدمها على شكل أنسج ونجعلها تتقاطع مع بعضها البعض كذلك هناك خامات طبيعية مثل سعف النخل هذه أيضاً يمكننا نصنع منها نسيج فكل شيء حولنا بإمكاننا أن نصنع منها نسيج بشرط معرفة السداة اللي هي الخيوط الطولية ومعرفة اللحمة اللي هي الخيوط العرضية أحبتي بهذا نكون قد انتهينا من القسم النظري لهذا الدرس إلى أن نلقاكم إن شاء الله في القسم العملي انتظرونا